الناقلة ستينا أمبيرو التي ترفع العلم البريطاني غادرت إيران وفور إفراج تهران عن الناقلة من المياه الإيرانية وتحديداً من ميناء بندر عباس سجلت بريطانيا تصريحات جديدة لها إذ أكدت عزمها التعاون مع شركائها في الخارج لحماية الشحن وأمن الملاحة البحرية تقول الخارجية البريطانية تحرك إيراني يبدو متوقعاً بعد أن أعلنت السلطات الإيرانية قبل أيام احتمال إفراجها عن الناقلة المحتجزة حدثة احتجاز تهران لهذه الناقلة تعود لنحو شهرين فقد احتجزها الحرس الثوري الإيراني في التاسع عشر من يوليو الماضي موقعة احتجازها تمت في مضيق هرموز بذريعة ما تقول تهران إنه ارتكابها انتهاكات للقواعد البحرية بعد أن عملية الاحتجاز تؤكد دون أدنى لبس أنها جاءت كردة فعل غاضبة فقد تم احتجازها بعد أسبوعين من احتجاز سلطات جبل طارق لنقلة غريسوان الإيرانية كما أنها جاءت بعد ساعة فقط من أعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز النقلة الإيرانية للاشتباه بأنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم حمولة من النفط وبينما أفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة الإيرانية قبل أسابيع التي تم تعديل اسمها إلى أدريان داريا واحد أبقى تهران على احتجازها للسفينة ستينا أمبيرو حتى اليوم ووصفت عملية احتجاز إيران لنقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني بأنها انتهاك واضح للقانون الدولي خاصة وأن النقلة كانت في المياه الإقليمية لسلطنة عمان ترجمة نانسي قنقر